اشتركوا في القناة في سباق 3000 متر موانع للسيدات ببطولة العالم لألعاب القوى والتي اختتمت بالعاصمة المجرية بودابيست وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن هذا الإنجاز العالمي هو امتداد للإنجازات التي حققتها أم الألعاب البحرينية على كافة الصعود والمستويات لتؤكد حضورها العالمي من جديد في ظل الرعاية التي تحظى بها من جلالة الملك المعظم ومؤازرة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء مؤكدا سمو أن هذا الإنجاز هو انعكاس طبيعي لما يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد من اهتمام للحركة الرياضية منوها في الوقت ذاته بالجهود الطيبة للاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سعادة السيد محمد عبداللطيف بن جلال في تهيئة الظروف الملائمة للمنتخبات الوطنية وأشهد سمو بما حققته العداء وينفريد يافي من نتيجة إيجابية لتخطف الأنظار بمستواها القوي وتؤكد جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها دورة الألعاب لأسيوية 19 والتي ستنطلق الشهر المقبل وأولمبياد باريس 2024 معربا سموه عن سعادته بما حققته من نتيجة طيبة بعدما أحرزت أفضل الزمن لهذا الموسم والذي قدر بثمان دقائق واربع وخمسين ثانية ورابع أفضل زمن على مر التاريخ وعتلت منصة التتويش في المركز الأول لتثبت بأنها واحدة من أقوى العداءات في هذا السباق كما أكد سموه اعتزازه الكبير بحلول مملكة البحرين في المركز الثاني آسيويا خلف اليابان والثاني عربيا خلف المغرب متمنين المزيد من التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر